موسيقى السلام عليكم بخوتي تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بلا منسى وخوتنا اللي في الغربة قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم حبينا نشيروا للمجهودات اللي دارتها التلفزة العمومية أو التلفزيون العمومي في اقتناء وشراء حقوق كأس العالم وكأس فريقيا خاصة كأس العالم 2014 وكأس فريقيا اللي راح أتبثها من ضمنها شبكة برامجية للتلفزيون العمومي في شهر رمضان الفاضي هذه المجهودات جبارة للتلفزيون العمومي مش سهلة كالناس بلها بلي سهلة وعادي وعدنا نرشيف لا هذه هي رأي سمى حقوق وخاصة القناة السادسة اللي هي تبث فضائيا كما نستعرف هذه حقوق لازمها تفاوض والتفاوض ميجيش بكل موزوج لازم يعود عندك ناس محنكين وناس واصلين وناس يعرفوا تفاوضوا وناس عندهم مكانة ومعروفين في الوسط الرياضي الدولي والإفريق والقاري والدولي التلفزيون العمومي قلت ونعود تشراء حقوق من الشركة المالكة للحقوق نحن نعرف اتحادية جزائية لكرة القدم فتحت مركز سيد يموسا قالت أنني ستقبل فيه إذا اضطر الأمر للمرضى وكذا كورونا فتنهرت زغرات وتبندر وتزغرت وفرحانين ورغم أن نعرف مركز سيد يموسا ما زادت فيها الاتحادية طوبة ما زادته في مركز سيد يموسا للعلم لا نقول لكم من بين المجهودات التلفزيون العمومية لا نستطيع أن نركزها هناك شخص رياضي مسؤول رياضي جزائري هو في المفاوضات التي عاون التلفزيون العمومي لكي اقتناو حقوق كأس العالم وكأس الفريق شخصية جزائرية رياضية معروفة نقول لكم شكرا ومسؤول رياضي تعرفوا الحمد لله وكأس التحادية تزغرت وطبل وتبندير وهذه الساكتة لا يمكنك أن تكون المهم للتاريخ هذا فقط مبروك على تلفزيون العمومي قناة جديدة سادسة ومزيد من النجاحات نحن لا نقول أنه يجب أن نتقدم تلفزيون العمومي خدمة للتلفزيون العمومي من أجل تحسين صورة الجودة الصورة البرامج النقد يجب تحسن لما نتقدم تلفزيون العمومي كان إيجابيات كان أخطاء يتداركوها ورح يتحسن مع الوقت مع الوقت لكي نلحب القمة الاحترافية لازم أخطاء هذا شيء مفروغ منه إذن مبروك للتلفزيون العمومي القناة السادسة والشبكة البرامجية في شهر رمضان الفاضي نرجع أخوتي الموضوعنا موضوعنا اليوم هو اللعب ايت نوري اللي ظاهير ايسا النادي اونج هي اللي اكثر علي الكلام وقالوا بلي هذا اللعب اختار رسميا فرنسا وقبل ما نتكلموا على اختياره ولا الجزائر أو فرنسا والحديث هذا حبينا نرجعوا لناس اللي يتهاجم في اللعب وتقول بلي هذا ما عدنا منذيروا به وهذا اللعب مولود في الجزائر وراح لفرنسا وحبي شيقة لفرنسا والله يسهل عليه وكذا وكذا ما عدنا منذيروا به بين الكم برك حاجة بلي هذا اللعب ما هوش مولود في جزائر هذي ممكن كاي الناس ما تعرفهاش احنا نقولولهم هذا اللعب مولود في منترويل هذه منطقة هذه جايح في سين دوني واللاحظة باري في جويه باري لما نيش غلطة يصحونا اخواتنا اللي اللي عايشين في فرنسا يصحونا يكسبونا في الكومنتر أنا ما نعرفش الأماكن مليح لكن ها جبناك بالدليل ها ترونس هذا موقع ترونسفير ماركت ها وجبنا بلي مولود في فرنسا مش مولود في الجزائر هذي لولا برك استفتاح هذي كان مقدمه فقط هذي كان مقدمه ليقولوا مولود في الجزائر ايبا ها سلنا ونبدأوا اليوم لو كانت تكلموا على هذا اللعب اللي قالوا بلي اختار فرنسا هناك تسمع العنوان تخلع لما تقرأ العنوان تخلع تقول خلاص هذا السيدر او خلاص خير فرنسا وصاي وراه يقعد يلعب مالكي بتاع لكيب دا فرنسا وخلاص ايت نوري افهي سان شواء كبيرة دو سيليكسيون ها كبيرة ياسر العنوان هذا كبير ياسر ممعليش السيد هذا اللعب هذا قالوا بلي خلاص قبل ما ندروع اللعب شوف الساعة شكل يكتب المقال ولا شكل يتكرد دار حوار معاه انو مكانش اسم صحافية دار الدكسيون معنها التحرير مكانش اسم صحافي معين هذي مقدمة خطر عليش لو انت تشوفوا منوضوع ايتش ريان شرقي ريان شرقي شرقي ايقويري هنه يقولوا بلي راهم مساعدي للعب للفينيك سمال الفينيك هنه كين صحافي فيكتور هذا كين هنه كين دار الصحافي لكن هنه في قضية ريان ايت نوري في قضية ريان ايت نوري كين لا ريديكسيون هاي لا ريديكسيون مكانش يعني التحرير لكن الصحافي لا يوجد ما علينا ريان ايت شرقي وش غير نعطيك مل اخر تكلم على تخلينا ليش صعبة انتاع وكذا 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 مهمناش تكلم انه يلعب في المنتخب الفرنسي للامال اسبور انه مرتاح مع المنتخب بالاسبور امر عادي لماذا عادي بنزية يلعب في المنتخب الوطني يلعب في المنتخبات الشبانية للفرنسا حسن يبدع مراد مغني ايضا كريم زياني لا لعب عفون ياسيم ابراهيمي ملعبش مع كريم زياني لعب مع الجزائر ديركس من طرواء لعب مع الجزائر قلنا ياسيم ابراهيمي صوفيان فيغولي فوزي غلام اسحاق بالفوظيل طايدار والقائمة طاولة باش مننساش اللاعبين كلها ملعبوا في المنتخبات الوطنية الشبانية الفرنسية ادم والناس كذلك ياسيم بنزية اللي كانوا يسمينه زين دين زيدان مهم هذي بات انز مونديال هذي كان مسميته زين دين زيدان وكان عاحت تحوس باش يبقى يلعب في الوكيب دا فرنس وفلافان في النهاية وش اختار اختار جزائر إذن وهنا لو نرجعو لللاعب في حد داتو اللاعب هذا هو يصرح اللاعب وش غال اللاعب 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 ما كاش جونو عاوضو العاوضو هنا وزدي عاوض يقول جونو بانس با او ا ا يعني اللاعب دا فرنس ودولار جيري مزال وبنحقوا اي لاعب لازم يحمي نفسو لو نتفكروا احنا برك ادم والناس وش دارو فيه في بوردو عذبوه جوهرة كما ادم والناس عذبوه عذبوه دارو في اللاعب ريزارف تاع بوردو هو ستار الميار ستار تاع بوردو ديروه فيلي كيب ريزارف حاول وصلت غير قال كلمة برك اولا نساوج فيه غولي ولي جوار الاخرين قالوا احنا ماناش مخايم مزلنا ما اخترناش اسحاق بالفوضيل بنزيا قال مزلت ما اخترتش ميقدرش يقول رو في فرنسا ضغوطات كبيرة رو الاعلام الفرنسي مش وسائل الناس يتبلنها عادي لعبة اه خلاس مجاش لتزير هذا ما حابش يقول فموارنجي لتزير هذا حركي هذا قومي هذا حركي ما عدنا منذيرو به لا ما يقولش وما يقدرش يقول باللي نختار في الجزائر ما يقدرش يقول ونزيدكم معلومة نادي اونجي هذا ما هوش اولمبيك ليون حقيقة ونقولكم هذا اللاعب هذا ان شاء الله في القارب العجل تلقاهه في المنتخب الجزائري والأيام مو بيننا في القارب العجل تصفية كاس العالم تشوفوه هذا اللاعب المنتخب الوطني الجزائري وليان بناتنا بشرط يلا عاد المدرب ولا الاتحادية مش باغي اللاعب هذا هذا ككلام اخر إلا باغينه يجي يجي نقول هالكم من الان تصفية كاس العالم يكون إذا عادوا باغينوا باش نتفهموا إذا عاد ما همش يحوسوا عليه ولا المدرب قال مثلنا انا ما اعتجوش قال عندي عندي شوان تاعي ولا الخيارات تنتاعي ما تنسب ليش ما ينسب ليش اللاعب هذا ولا الاتحادية قلت ما عندي مندر بيه عندي لي جوار تعبارادو هذا ما هذا ملوموش اللاعب إلا ما همش حابين يجيبوه هذا ملوموش اللاعب لكن اللاعب ما قاش اخترت فرنسا باش الناس تفهم ما اختارش فرنسا ما اختار حتى لا فرنسا لا جزائر قال انا يعني نلعب في المنتخب الأولمبي كيمارا بن زيا وكيمارا وبراهيمي وفي غولي وغولام وبالفوذيل وطايدار وابن طال طايدار واسمه وناس هذ ملعبوا في المنتخب الفرنسي مرا نحرقوهم نطيعوا عليهم ولا لا فهم يلعبوا في المنتخب الجزائري في النهاية اختاروا المنتخب الجزائري هذا وشي همنا وهذا من لا مولودين مولودين قلتا ونعودا عن عنده العقلية تعال مساروها المصري ردين عليها ونعنده احنا مصريين احنا مصريين كثير من المصريين نفسهم المصريين المصري بمحاشر بعض يعني مصري هذا كان حاقد على الجزائريين وكان دارت الفوطة والد انتح في الفيسبوك تكلمنا عليها الفوطة والد جزائري برقابيس الفيرنسي قالك هذا بابناء فرنسا احنا نعودوا كيفو يعني لازم نعودوا كيفو ولا كيفا لازم نعودوا كيفو المصري في قولي لما اختار لعب مع فرنسا مولود في فرنسا هاو كيفاش يلقى مع فرنسا مولود في فرنسا لا غالب ظروف اجتماعية اللي خلته مولود فمه ولا غالب جدوده ولا اباؤه عايشين في فرنسا عادي كيما هذا ايت نوري مولود في فرنسا بالدراع لازم لا 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 لابقى عيش في الجزائري ما تروحش تعيش في فرنسا ظروف ظروف ممكن سياسية ظروف اجتماعية لحق باللال اللي في الفاتل العشرية السوداء الله واعلم كل واحده ظروفه كل واحده ظروفه ما نقدروش نحرقوه هذا الطفل عيب خلاص اختار فرنسا او قومي حركي ما قارش اخترت فرنسا قارري مرتاح في المنتخب الأولمبي فقط نقطه وانتهى نقطه وانتهى كلش واضح ها وش نزيده انا ما نفهمش فرنسية انا ما قريب ما نتعلمش فرنسية ما نفهمش فرنسية ومانيش عايش فرنسا بصحاني زوز كلمات بينين زوز كلمات وارحين وبينين ونزيد كم حاجر هنا في قاضية ريان شركي يعني انتم ما اسكوا يعني منطق في المنطق لاعب جوه هراكي ما هذا من أحسن المواب في أوروبا في العالم مش في فرنسا في أوروبا في العالم يعني بسهولتين ما كيما رو كاتب صاحب العنوان هذي تاق أونز مونديال هذي رو يهف فيك مبارك يا جزيري بتفهمو هذا رو كيدير ضغط هذا بلي رو قريب الجزير الناس بدت تكلموا الصحافة وكذا باش تديه فرنسا نعطيلك مالاخر هذا رايان شركي ايقويري قلم رو موجدين المنتخب بتاع الجزير حسب الصحافي لو يحكي تاق أونز مونديال يعني اسكولوجيك هذي هذي مايشي أونجي نقولو نقدروا نتفهمو مع الجوار نجيبوه هذي أولمبيك ليون حنا حوسم عوارح حصلنا فيه ماقدرش أولاس يطبعه ما يطلقو لكش أولاس نبي الفقير خدو خدو الدرس من نبي الفقير نبي الفقير الصباح قلوي لحشية قلو الله غالب علاش الله غالب مش هو شواتعو كون يقول لا الفرنسا يا القيامة تقوم في فرنسا القيامة تقوم يحاوزوه هو وعايلته ويقلبوه مش غري في الكيب ريزيرف ما كانش ملعبش خلاص وناس وناس قال نحب لارجيري داروه في الكيب ريزيرف هانوش قلنالكم وارجعوا لارشيف لما ناشو بصدقيننا ارجعوا لارشيف كيفاش تخيروا آدم والناس لارجيري كيفاش اختار الجزائر يو صرا فيه الباطل صرا فيه الباطل مش هي سهلة لا ما خيرش الزير انت حركي مش هي سهلة صقصي ولي بزي ميقرا الي عايشين في اوروبا يحكيو لكم ولي بفرنسا والله ما هي سهلة والله ما هي سهلة رمي يحطموها خاصة فرنسا انا كو جا في المانيا في ايطاليا في اسبانيا اللومو انا اللاعب اللومو صح فرنسا والله ما يسا اعلان يخدم عرجا البلاده الصحافة تخدم عرجال بلادها النوادي يخدم عرجال بلادهم رؤساء الفرق يخدم عرجال بلادهم بلادهم مصالحهم حاجة بين المادية ماش بالسهل والله ماهي بالسهل باش يعطيك جوال ولا يخليه يلعب في الجزير اوه خاصة الجزير ماش بالسهلة والله ماهي بالسهلة هني اذو كان جاء باش يخز بينا تمسخر بينا هذا الصحافي خلاص صاي رايان شرقي خلاص ووجد للمنتقى برجاء شو اسيدي احسن موهبه في اوروبا يعطيه لك خلاص بليش هك روح يدي رايان شرقي هاي عوار انا بالنسبة لي رايان شرقي احسن موهبه في العالم في العالم مش في اوروبا في العالم وعوار ما يلحقه صراحة رغم انه عوار لاعب موهوب بالفترة موهوب ما يلحقش رايان شرقي وراه ما يعطيه لكش ويدعليه ضغط نبيل فقير ملحقش هذا رايان بلحق رايان شرقي الاعوار ومعطاه الناش اخليلك رايان شرقي بش تبينلك استقباوه فينا استقباوه في الجزائريين ماذا بيها جوار ميشين المنتقى بالوطني صعافة قسكرة وطراحة حشل بعض ماذا بيها لجوار انتواع الاتحادية هما اللي يلعبوا والفاهم يفهم منزيدش كثير منك الفاهم يفهم لجوار انتواع الاتحادية عارفين شكون الاتحادية هما اللي يعبوا في المنتقى بالوطني هما الملكية انتحم ماذا بيهم جوار ما يكون في المنتقى بالوطني سواء من الصيف ولا من الصهورة ولا من اندي يا جزائري ولا حتى ابناء المحجر ماذا بيهم جوار ما يكون الجوار اللي يكونوا بينين شكون والفاهم يفهم احنا مزيدش نوضح كثير منك اذا القضية واضحة ما كانش هذي تعوى واسمه رايان عفوا ايت نوري باللي اختار فرنسا وباللي حركي عيب 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 نباح خوية جزائري نقوله لي حركي ما انت فهمش معاه اوكي نورمال ما انت لوان ما عنده هو فكر وانا عندي فكر ولا ولا هو ما حبش هو حر حبش يلعب مع الجزائر ولا بسا نقوله لي حركي كبيرة ياسر ونزيد حاجات رايان ايت نوري اي عفوا ايت نوري هذا قال بكما واحدة قال ماني مرتاح في المنتخب الاولمبي مثل ما في غولي وبراهيمي والجوار تواعنا اللي يلعبوا الان في الملكي برانسيونال تاعنا هوا ايضا اختاروا المنتخب الفرنسي ولعبوا في المنتخبات الشبانية الفرنسي وكانوا مرتاحين في المنتخبات الشبانية اذا ما يجوش هنا يا اللاعب هذا نطيحوا عليه علاش يا الصحافة طيح بارك هم لجوار انت اتباعوا هم لجوار تاع الاتحادية يتباعوا ويلعبوا في الكيب ناسونال هذي امور واضحة علاها سابقا قبل ما نجي الاتحادية هذي ما قلتوش تهجموا بلي كيبرا في الجوار كيماك وما تقولوش عليهم راه ما حبوش خيره وكذا وكذا ما قلتوش تطيحوا عليهم ذركا عدوا تطيحوا عليهم علاها عندك بلي جوار تاع الاتحادية اللي ما درنا منهم ولا شي ما جبنا منهم ولا حاجة لكوب دافريك ما تأهرنا لهاش يعني بالباب الدليم ما ندرش من فارغ اذا ايت نوري باش انه الموضوع لم يختر فرنسا ولم يختر الجزار ما زال فولجان طالع جديد اراه يلعب بعد اصابة ايضا باش انه يتفكروا يلعب في منتغة بالاولمبي عادي انا منتغة بالاولمبي يلعب تصفيات الولمبية وحنا ما لا غالب ما عدناش ما عدنا لديكيب تاع الاتحادية لا غالب اذا باش ما يهفوناش اللعب هذا ما زال ما قالش لفرنسا نعم وما زال ما اختر الجزار وعن قريب ان شاء الله في تصفيات كاس العالم تشوفوا اه وش دار وانا متأكد انه راح يختار الجزار مثلو لانه مش في فريق ليون كجاة في فريق ليون صعيبة شوية فريق ليون بشيطيك جوار مش بتسهل اذا في الاخير خوتيموا لتقانا مع مزد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته